اشتركوا في القناة في الهداية الخليفية لبنة العلم الأولى في البحرين انطلق مهرجان تاء الشباب الثامن تحت شعار تنقيب تجريد تحليل حاملا معه مبادرات جديدة يضيفها إلى الشباب بمختلف توجهاتهم الفنية والفكرية والإعلامية انطلقت تاء الشباب هذا العام من مدرسة الهداية الخليفية المدرسة التي كرست التعليم النظامي عنوانا وبداية في المحرق التي ستكون عاصمة للثقافة الإسلامية في العام القادم نحتفي هنا بآثارنا انحكت شعار هذا العام الذي نكرس فيه أهمية كل موقع أثري وكل موقع تاريخي يحمل قصة وحكاية للبحرين للبدايات الأولى لكل ما يميز هذه الجزيرة الجميلة تاريخنا نفخر به ونعتز ونوظف مع عالمه ولكي نقول العالم أن نجمع أن بداياتنا كانت مبكرة ومن هنا ننطلق تاء الشباب هو تحت مظلة الثقافة هيئة الثقافة إذن آثارنا إن حكت هو الشعار العام ولذلك بدأنا الاحتفال من مدرسة الهداية الخليفية وهناك فعاليات ومبادرات تتعلق بالإرث الثقافي والحضاري لمملكة البحرين شبابنا يعطون من قلبهم وهم فعلا الصورة الأجمل للبحرين الصورة التي تعطي المثل لشباب مثقف شباب عربي يعد بمستقبل إن شاء الله واعد لعالمنا العربي نحن بحاجة لتاء الشباب في كل دولة عربي كي ننهض بمجتمعاتنا كما هو الحال في البحرين والشكر فعلا للقيمين ولكل الشباب ولمؤسسة التمكين لهذا العام التي تدعم هذا المهرج حفل الافتتاح تضمن عمل موسيقيا مسرحيا حمل اسمه سيرة تروة لخص فيه مسيرة الإبداع في تاء الشباب على مدى سنواته الثمان مؤكدا على أن التاء مشروع لا ينتهي بل هو الجسر الذي يربط المستقبل بالماضي والحاضر افتتاح تاء الشباب اليوم كان الحمد لله ناجح بحضور الجمهور بشهادة الشيخة بروزنا كل مبادرة في لوحة معينة لخصت كل اللي قدمه تاء الشباب طبعا تاء الشباب زخم بالعطاء الشبابي والتطوعي والحمد لله كنت في هاي اليوم مخرج الحافل والحمد لله توفقنا في كل اللي قدمنا الرهان على الشباب هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الثقافة فمبادرة المهرجان السبع بما تحتويه من زخم تؤكد على مبدأ واحد أن هذا المهرجان السنوية يبدأ من تمسك الشباب البحريني بإرثهم العريق وقدرتهم على صناعة نشاط يصل الحاضر بالماضي والمستقبل استمرارية تاء الشباب كل سنة صراحة أشوف وجوه غير اللي مهتم في مثلا الموسيقى في الفان في الآثور في كل شيء يعني كل سنة أتفاجأ أن الجيل اللي كان هو صغير وكبر بعد ليهم مهتم هذا المشروع الذي احتضن الشباب على مدار ثماني سنوات كشف عن الحراك الثقافي والإرث الحضاري لمملكة البحرين سبع مبادرات انطلقت اليوم وتستمر على مدار إسبوعين تحمل بين طياتها العديد من الأفكار الغنية المرتبطة بإرثنا الحضاري وتاريخنا المتفرد لتتوافق في ذات الوقت مع شعار الهيئة آثارنا إن حكت خول الجرينيس لمركز الأخبار